شغلت قضية نفوق الأسماك العديدة من التساؤلات من قبل المواطنين وتفاعلت معها مختلف وسائل التواصل الاجتماعية من أين يأتي النفوق الذي نشاهده مرارا وتكرارا خاصة في جون الكويت المخارج التي موجودة على جون الكويت وهي ما يقارب من 50 إلى 70 مخرج تستقل لاستقلال الخطأ وهي مخارج أمطار ولكن تصرف عليها مياه الصرف الصحي الغير معالجة ويعني هل تصرف أو هل عمل يؤدي إلى ضغوطات سلبية على البيئة البحرية هناك حالتان للنفوق إما طبيعية أو بسبب مؤثرات تزيد من الملوثات كمياه الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية الواصلة إلى جون الكويت هذه الأشياء تصير كلها إذا كان عندنا مثلا بعض التوصيات الغير قانونية إلى مجارير الأمطار اللي هو مثل مياه الصرف الصحي اللي تنصب في البحر من المجارير الغير قانونية توصيات غير قانونية تكون موجودة تنصب في البحر يؤدي إلى مع الحرارة مع الرطوبة يؤدي نقس أوسجين ارتفاع المغذيات والكروغفيل فيؤدي إلى مد الأحمر وبعض الأوقات يصير نفوق أسماك إذن ما الحل في هذه الظواهر السلبية التي تضر بالبيئة البحرية؟ وهل هناك طرق علمية للحض من هذه الظواهر؟ أبسط حل أن لازم المياه الصرف الصحي ما ترمه بالبحر يكون في مراكز خاصة لاستيعابها القوة الاستيعابية تكون أكبر أما الحلول القصيرة المدى هي معالجة المخارج الصرف الصحي ومن هنا يأتي دور الهيئة العامة للبيئة الرقابي بفرض الإجراءات القانونية على الجهات المخالفة محاولة منها الحد من تقليل الملوثات وتخفيف الضغط على البيئة البحرية مروم حرم تلفزيون دولة الكويت